وضع المنظمات الدولية في اليمن ليس آمناً هذا ما يشير إليه تعليق 12 منظمة مساعداتها لمحافظة الظالع التي شهدت هجوماً على مقرات بعض المنظمات الإنسانية باستخدام قنابل صاروخية الهجوم لقي ردود إدانة عالمية حيث طالب وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بإجراء تحقيق شامل وقال إن تعليق المساعدات يعود بالضرر على أكثر من 20 ألف مواطن بالظالع بينما تستهدف المساعدات الدولية أكثر من 12 مليون شخصاً شهرياً نحن ندين ونستنكر ونشكب ما حدث يوم عام من اعتداء على مقر منظمة منهامة ومقر منظمة الإنقاذ وإن هذه الأعمال الإرهابية لا تمس بصرف لأبناء الضالع الشرفاء وإنما هي دخيلة عننا لم ينل الهجوم على المنظمات الأممية اعتراض أبناء الضالع فقط بل أيضاً الحكومة التي تعد الضالع ضمن نطاقها كمحافظة محررة من ميليشيا الحوثي وهو ما دفع وزير الإدارة المحلية عبد الرقيف فتحة إلى التعهد بتقديم التسهيلات لكافة المنظمات الإنسانية في الضالع وغيرها من المحافظات كونها شريكة أساسية في العملية الإنسانية والتنموية ولم ينس فتح الذي يشغل أيضاً رئيس اللجنة العليا للإغاثة إدانة قيام ميليشيا الحوثي بمنع المنظمات الأممية من تقديم الدعم الإغاثي لسكان محافظة الحديدة حضور المنظمات الإنسانية في اليمن يثير الكثير من الجدل بعضها متعلق بطبيعة عملها والذي يخدم بعضه ميليشيا الحوثي وآخر مرتبط بسؤال أين تذهب أموال المساعدات لكن الاعتداء على بعض المنظمات في الضالع ومنع مزاولة عملها في الحديدة يضع اليمن دولياً ضمن تصنيف البيئة غير الآمنة للعمليات الإنسانية كما هي تصريحات مسؤولين أمميين ترجمة نانسي قنقر